بسم الاب والابن الروح الكدس الاله وحد امين اهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج زبيحة التسبيح يا طرق القداس اللي بنصلي بيه نوع واحد ولا نوع كتير الحقيقة الكنيسة على مدار تاريخها عرفت قداسات كتير لانه كل رسول من رسل السيد المسيح رحمة كان بشر في دولة او بشر في مدينة او بشر في قطع جغرافية كتب بوحي الروح الكدس قداس عشان الناس اللي في المكان ده او الكنيسة اللي اتأسست في المكان ده يصلوا بيه ويعملوا من خلاله سر التناول لكن كل القداسات دي مبنية على نواة اساسية واحدة مبنية كلها على الكلمات اللي نطق بيها السيد المسيح يوم تأسيس سر التناول في خميس العهد حاليا في كنستنا الابطية الارتدوكسية احنا بنصلي بتلات قداسات فقط رغم ان التاريخ كان فيه قداسات كتير وقوليها اسماء كتير لكن حاليا احنا بنصلي بتلات قداسات فقط القداس الاول كتبوا القديس باسيليوس الكبير وعشان كده بنسميه القداس الباسيلي وجرت العادة ان احنا نصلي به في الايام السنوي والقداس التاني كتبوا القديس غريغوريوس الناطج بالالهيات عندنا في تاريخ الكنيسة تلاتة غريغوريوس واحد منهم القديس غريغوريوس الناطج بالالهيات كان لهوتي ومتعمق فيه اللهوت وعلشان كده بنسمي القداس اللي كتبوا القداس الغريغوري وجرت العادة ان احنا نصلي به في ايام الاعياد لان النغم بتاعته مفرحة شوي النوع الثالث من القداسات هو القداس الكيرولوسي وده اللي كتبه ماري مرقص الرسول كاروز الديار المصري وهو يعتبر اول قداس اتكتب في تاريخ كنيستنا الابطية لكن بعد شوية البابا كيرولوس رقم 24 من بطاركة الكرازة المرقصية اضاف اليه بعض الصلوات واعاد بعض ترتيب في القداس وعشان كده سمينا القداس ده الكداس الكيرولوسي وجرت العادة ان احنا نصلي به في ايام الاصوام خدوا بالكم انا بقول جرت العادة لكن مش الطاقص يعني التلات قداسات مسموح ان احنا نصلي بيهم في اي وقت على مدار السنة فيه اصوات دلوقتي في الكنيسة بتقول ان القداس الباسيلي والغرغوري فكر غربي ايه مدى صحة المعلومة دي؟ ويعني ايه اصلا كلمة غربي؟ وش معنى بيقولوا الكلام ده دلوقتي؟ بصوا هو البرنامج ده مش برنامج لهوتي ومش برنامج تاريخ كنيسة لكن الحقيقة موضوع شرق وغرب ده محتاجين ان احنا نفهمه هجاوب على الموضوع ده في اربع خمس نقط نقطة الاولى انه كلمة شرق وغرب جغرافية مش لهوت يعني لو قدامنا خريطة العالم وحطينا خط من النص عشان يبقى نحية اليمين شرق ونحية الشمال غرب الخط ده هيجي تقريبا كده عند ايطاليا فالكنيس اللي كانت في العالم من بداية المسيحية خمس كراسي رسولية يعني من بداية المسيحية كان في خمس مقرات لبطاركة على مستوى العالم الشرق كان فيه كنيسة ارشاليم كنيسة انطاقيا كنيسة الكسطنطينية وكنيسة اسكندرية كنيستنا الابطية كل دول لو اسمنا الخط هنلاقي كل دول موجودين في الشرق الغرب كان فيه كنيسة روما وما يتبحى من دول شمال افريق فاول نقطة ان شرق وغرب دي جغرافية مش مش لهوت تاني نقطة كلمة شرق وغرب دي لغة مش لهوت يعني بمعنى انه الغرب كان بيتكلم اللاتيني اغلبه كان يتكلم اللاتيني مع وجود لغات محلية لكل دولة والشرق كان بيتكلم يوناني مع وجود ايضا لغات محلية لكل دولة يعني في مصر كنا نتكلم الابطي في سوريا السيرياني في اسيوبيا الامهاري وهكذا وكان اليوناني هو لغة الكتابة لغة الاجتماعات لغة المجامع الكنسية المسكونية لانه كل العالم كان بيعرف يوناني لانه زي الانجليزي دلوقتي لغة عالمية حتى الغرب اللي كان بيتكلم لاتيني برضو كان يعرف اليوناني فكان اليوناني هي لغة الكنيسة المعتمدة على مستوى العالم وكانت الكنيسة كلها في الوقت ده واحد ملهاش مسميات من اول عصر الرسل لغة الكرن الخامس بالتحديد لحد مجمع خلق دونية سنة ربعمية واحد وخمسين وبعد مجمع خلق دونية اتقسمت الكنيس برضو مش شرق وغرب لكن بقى فيه عندنا نوعين من الكنيس نوع اسمه خلق دونيين يعني بيؤمنوا بمقرارات مجمع خلق دونية والنوع التاني اسمه لا خلق دونيين يعني بيرفضوا قرارات مجمع خلق دونية منهم بقى احنا الاقباط السريان الارمن الاحباش الارتريين الهنود كل دي كنيس لا خلق دونية برضو ملهاش علاقة بموضوع شرق وغرب كان فيه الشرق الكنيسة اللي بتموثل الشرق كانت كنيسة القسطنطينية ويتبحى كنيس اخرى زي اليونانيين وزي البيزنطيين روسيا بقى ودول شرق اوروبا وكان الكنيسة اللي بتمثل الغرب كنيسة روما وايضا ما يتبحى من من كنيس وكان كل اتنين دول في شركة مع بعض لانهم خلق دونيين ايمانهم واحد وفكرهم واحد لكن ضدنا ضد الكنيسة القبطية والكنيسة التانية المشتركة معها في الايمان اللي هم لا خلق دونيين وفضل الموضوع ده لحد الكرن الحداشر في الكرن الحداشر وبالتحديد سنة الف اربعة وخمسين حصل حاجة اسمها الانشقاق العظيم كنيسة القسطنطينية وتوابحة اختلفت اتشاكلت زعلت من كنيسة روما وتوابحة فانفصلوا عن بعض وبتوع الشرق القسطنطينية واليونانيين والبيزنطيين وتوابحهم سموا نفسهم ارتودوكس وكنيسة روما اللي في الغرب سمت نفسها كاتوليك من الوقت ده بس من الكرن الحداشر من سنة الف اربعة وخمسين ميلادية طلع كلمة شرق وغرب في اللهوت بقى فيه اختلاف ما بين الشرق والغرب في اللهوت ننتبه بقى انه عندنا في مصر بيعتبروا انه كل ما هو ليس مصري هو غربي اللي عايش هنا في اوروبا يعرف ان الدول اللي في شرق اوروبا تختلف تماما عن الدول اللي في غرب اوروبا فمش اي حاجة اجنبية او غير مصرية نقول عليها غربية مش اي حاجة غير مصرية نقول عليها غربية هل اللي بيقولوا الكلام ده ان القداسي الباسيلي والغرغوري ده فيهم فكر غربي جابوا الكلام ده منين هل عشان اللي كتبوه مش مصريين بس هما من فيه القديس باسيليوس الكبير ده كان اسكوف كابادوكيا اسكوف قيصرية اللي هي كابادوكيا يعني كان بلديات ماري جيرجس الروماني حد يقدر فيكو يقول ان ماري جيرجس مش تبعنا كمان القديس غريغوريوس برضو من الشرق فالقداسي الباسيلي والغرغوري اللي كتبوه من الشرق وكتبوه باللغة اليونانية اللي كانت لغة الشرق وكانت لغة الكنيسة في العصور دي كلها وبعدين هو ايه الفكر الغربي اللي في الاداديس دي اذا كان يطلع بأفكار زي كده لكن انا اتمنى ان احنا ندقق في كلامنا وافكارنا اللي بنعلم بيها في الكنيسة واللي ممكن نمشي وراها من اي حد يقولها ملخص الكلام انه على مدار تاريخ كنيساتنا كان فيه ادسات كتير لكن احنا دلوقتي ملتزمين بتلت ادسات بسيري وغرغوري وكيرولوسي اللي كتبهم اباء قدسين معتمدين في الكنيسة ليهم قامتهم واحترامهم وقدستهم عندنا في كنيساتنا الابطية كل كلمة اتكتبت فيه التلت ادسات دول جاية من الكتاب المقدس وتتوافق تماما مع ايماننا الابطي الارتدوكسي يبقى ان احنا نبقى وقفين مركزين في كلمات الاداس عشان تكون استفادتنا كاملة الكلام لسه مخلص لكن خلونا نكمل الحلقة الجاية اما الهنا فقد اعاننا الرب الذي له المجد الدائم الى الابد امين اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة